إذن النجاة أين تكون؟ في الركوب إلى سفينة أهل البيت نحن الآن موظم حديثي هو التقرق إلى مكانة أهل البيت عليه السلام وبالخصوص الإمام الصادق طبعا أخواني بعد هالإشارة البسيطة أحب أن نشير نقطة ثانية سواء ما اتفضلوا به الجماعة مثلا علم الكيمياء جابر بن حيان التوحيدي نحن دقائق عن حياة تفاصيل الحياة اللي كان يعيشها جابر وملاحقة السلطة لتلاميذ الإمام الصادق هذا في الوضع ما حد يعني مطلها عنه نحن الآن نذكر العلم ونذكر فضائل الإمام ولكن ننسى الطغمة المتسلطة على الإمام وبالأحرى على الأئمة من أمير المؤمنين إلى حد الإمام الحجد السلطة كانت ضاغطة على الإمام إلى حد أنه تنشر عيونها في منع نشور علوم أهل البيت ولكن السياسة الحكيمة التي تصدر من الإمام المعصوم وبالخصوص الإمام الصادق ذلك لطول عمره الشريف المبارك حيث تورد في الروايات أنه عمره الشريف كان خمس وستين عام ومدة إمامته أربع وثلاثون عام هذه الفترة كانت فترة كافية لنشر علوم القرآن علوم أهل البيت على لسان الأئمة المعصومين عليهم السلام وعلى سيما الإمام الصادق بحيث كما تفضل الأخوة كل العلوم بلا استثناء ولا يدخل في قلبك أي شك أن كل العلوم الطبيعية والإنسانية والفلسفية لم يضعها أحد إلا أهل البيت بل أكثر من ذلك وضعوا الميزان لهذه العلوم أي بمعنى أنا حينما أتعلم كم جملة أو كم حديث أو كم رواية أو كم رأي فلسفي ما أستطيع الآن أنه أتى فلسف أنا عسب رأيي الإمام المعصوم يحدده هل أنه هذا رأيك ضمن الروايات ضمن العقل ضمن القرآن وإلا فلا أي بمعنى أنه جعله على الصراط المستقيم هذا هذه المسألة بالذات هي التي قومت مثل أهل البيت المسألة التي جعلت أن تستمر سيرة أهل البيت على طول الأزمان والتي وصلت إلينا بهذه البساطة هي عن طريق تحديد الخطأ وتحديد المنحرف وتحديد الشبهة وتبيان الصراط المستقيم لجميع البشرية أخواني نحن الآن صح جعفرية وننتمي إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ماذا يزيدنا فخر ولكن الإمام ينظر إلى البشرية جمعا بل ينظر إلى الإنس والجن أكثر من ذلك ينظر حتى إلى الجماد وإلى الحيوانات هؤلاء رحمة الله على الأرض فكان من علومهم ما وصل إلى الخافقين ترى حتى في أمور الأكل والشرب البسيطة الآن أحدث الأنظمة التي تتبع للحفاظ على بنية الإنسان وصحته نراهم موجودة عند الإمام الصادق عليه السلام من أراد أن يرجع فليرجع إلى الطب النبوي أو الطب الإمام الصادق أو الطب الإمام الرضا ترى من الإرشادات التي تغنيك من هذه العلوم الآن موجودة سواء في الغرب أو الشرب ونحن لا يعني ما لدينا اعتراف على هذا الشيء ولكن الراسم الأول هو الإمام الصادق أو الأم المعصومين هنا أحببت أن أبين أنه نحن ما هو اعتقادنا بالإمام الصادق كموالين رأيت رواية جميلة يستشكل فيها المنصور لعنت الله عليه على الإمام أنا اخترت هذه الرواية لجزالة العبارات اللي بيها واللي حقيقة هي يتمثل من لسان الظالم في حق الإمام المعصوم وماذا يقول الإمام المعصوم وكلامهم نور تقول الرواية أنه استقدم المنصور الإمام الصادق وهو غضبان وحينما دخل الإمام الصادق قال له المنصور زعم أو غاد الحجاز هذه طبعا أنا أتذكرني بالآية القرآنية اللي الله سبحانه وتعالى يخاطب بها الشعيب قال له يا شعيب ما نراك إلا اتبعك إلا أرادلنا بادي الرأي فالمنصور هنا مثل المحبي أهل البيت المتمسكين بالإمام الصادق بأهل البيت بأوغادي الحجاز لكن هاي الكلمة لا تأثر علينا فلننظر إلى العبارات ورعاء الناس أنك حبر الدهر بس نحن ما يش نسامعين بالروايات أنه حبر الأمة هو بن عباس ولو هو تعلم من علوم أمير المؤمنين وإذا كان حبر الأمة فهو أمير المؤمنين عليه السلام ولكن المنصور يقول الإمام الصادق زعم أهل الحجاز ورعاء الناس أنك حبر الدهر أسألك بالله أكروعاء من الناس يستخدمون هذه العبارة وناموسه الناموس هو القانون والميزان الذي يوضع إلى الدهر يعني فات كلمات لها وزن ثقيل وحجة المعبود وترجمانه وعيبة علمه وميزان قسطه القسط العدل ميزان العدل من هو؟ هذا عن لسان الظالم ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة إلى ضياء النور وأن الله لا يقبل من عمل عامل جهل حدك في الدنيا ولا يرفع له يوم القيامة وزنا فنسبوك إلى غير حدك وقالوا فيك ما ليس فيك إن هذا ينتقص من الإمام لأن الله عليه فقل فإن أول من قال الحق هو جدك وأول من صدقه عليه هو أبوك أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين طبعا عندي مو بالرواية وأنت حري أن تقتص آتارهما وتسلك سبيلهما يعني على عين البصيرة أخوان الظلم اللي كان على الأئمة وعلى محبي أهل البيت ظلم مبرمج إلى أبعد الحدود الآن إحنا في بلاد الغرب الله عنه علينا بالحرية والديمقراطية والوسائل الحديثة اللي ما شاء الله الشباب يبرعون بيها أكثر من عدنا إحنا الكبار فهذا فد مجال لنشر علوم أهل البيت بمختلف اللغات ومكانتهم وعلومهم لتبيان هذه العلوم للبشرية لفائدتها للبشرية كما يقول القرآن على لسانه يقول لا أسألكم عليه أجمل إلا المودة في القربة الطلب الفاهمين العلماء حينما يرون العلم الواضح يتبعونه بدون شك إلا الجاهدين الجاهلين فما كان جواب الإمام فقال الإمام الصادق عليه السلام أنا فرع من فروح الزيتون وقنديل من قناديل بيت النبوة وأديب السفرة وربيب الكرام البررة ومصباح من مصابيح المشكات التي فيها نور النور وصفوة الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر إذنانا دلالة الإمام الصادق عليه السلام أنهم بهذه الكلمات الجزيلة أنهم هم الحجة إلى آخر الدهر لا يوجد حجة غير وكما روي عن أهل البيت أنه لو خلية الأرض من حجة ساخت بأهلها إذن نحن في نعمة موفورة بولاية أهل البيت في نعمة موفورة من أداء أمتنا عليه السلام في إيصال هذه العلوم التي تنفع البشرية فلابد أن نتحرك ونتقرب من علوم أهل البيت في كل المجالات فهنا في العلوم يعني في المدارس الأكاديمية الكندية على ما أذكر الثاني متوسط يعني الثاني سكندير هم عندهم تقرير كامل أنه أول من وضع قواعد الرياضيات هو البخاري وهم قائلين شيعة بالفرنسي يقولون عليها شيعة كما يعرفون الشباب بالتكلمون بالفرنسي تقرير كامل يعني يعني تقرير مو ملخص هذا غير علم الكيميار وغير علم الجبر وغير علم الهندسة وغير حتى جابر بن حيان هو هم مظلوم لأن من ضمن الرسالات التي كتبها وأيدها الإمام الصادق هو علم الطب وحتى علم الفلسفة ولكن لا يذكر الإمام الصادق عليه السلام من خلال حوزته هذه رسم التخصص في العلوم ولكن أكو فارق بين الحوزة في ذاك الوقت وبين الجامعات الجامعات حددت التخصصات وقرصت من دراستها وشرطت عليها فدموات معينة وسنين بينما في زمن الأهم الوقت مفتوح للعالم والعلم مفتوح يستمر به حتى يتوفى كما هو حال علمائنا ومراجعنا العظام نراهم وهو ابن التسعين وابن المعن ومستمر بالعلم والبحث والاستمرار هذه هي سيرة أهل البي أنا الآن مو مثلا تلقى صاحبك موجود أو رجل دين في منطقتك موجود سنتين ثلاثة وياك تقول هذا شبعنا من حد شيء لا هذا غلط هذا غلط فني إنت أبعد سولف ويا على القرآن على سيرة أهل البي أسئلة متفرقة أحيح أضر لك الأجوبة هذا التناقش والتحاور والتوجه حول رجال الدين حول الخطباء حول الشباب المثقفين حول الأساتذة الجامعيين المتدينين اللي عندهم طابع ديني يكون على أساس فقه بهذا الحال نحن نتقرب من سيرة الأئمة المعصومين هذا سيرة إمام الصادق كما هي مذكورة بالتاريخ نال الإمام الصادق الوقت الكافي في هذه الفترة ولكن نحن لا نفرح كما قلت بهذه لقد نال من الظلم ما نال حتى روية في الروايات أنه الرجل كان الرجل الموالي كان لا يخبر زوجته بأنه موالي لأهل البيت يعني في رواية روى أنه أحد الشباب توفى والده وعند الوصية أوصاه بالتمسك بمذهبي الإمام جعفر بن محمد الصادق وكذلك أوصاه أن لا يخبر والدته بهذا لشدة العيون والتجسس فأخفى هذا الشاب هذه الوصية من أبي وحينما أدركت الوفاة والدته رأى والدته أيضا أوصته بنفس الوصية لاحظت شون إحنا الشدة والظلم تصل إلى هذه الدرجة بحيث الأمر يخافون على أبنهم من هذا الشيء وحين الوصية حينما أوصته الأم بهذه الوصية قال لها الحمد لله لقد أوصيتيني بوصية أوصاني بها أبي فهذا الشدة تتعدهم أنت الآن في غنى عنها الآن أنت في بلد حرية الآن أنت في علوم مفتوحة الآن أنت في وسائل اتصالات واسعة إلى أبعد الحدود فيستطيع الشاب وكذلك الرجل الكبير وكذلك الأولاد لهم من المجال والأسئلة والأجوبة التي تتعرف بها على أهل البيت وحتى أخواتنا المؤمنين لا ننسى التفقه والتعلم بسيرة أهل البيت حيث هي النجاة الوحيدة التي تجعلنا ننجى من بلاء هذه الدنيا بمحبة أهل البيت كما ترد الرواية عن الإمام الصادق حينما سأل أبا حنيفة حينما كان جالسا عنده قال ما هو ما المقصود بالآية القرآنية ولا تسألنا يومئذ عن النعيم فأجاب أبي حنيفة قال يا ابن رسول الله الرطب والماء البارد في يوم شديد الحار فأجابه الإمام عليه السلام قال يا أبا حنيفة وهل ترى من كرم الكريم أن يطعم ضيفه ويسأله عنه أمام الحشر هل من المعقول أنت تطعم إنسان والضيفة بعدين تسئل قدام الحشر قال إذن ما هو القول يا ابن رسول الله قال ولايتنا أهل البيت فنحن بولاية أهل البيت عليه السلام نحصل على النجاة في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطائرين الله صلى الله على محمد وآل محمد شكر جزيل للأخي الأستاذ أسم الخفاجي على ما أبدأ إن كلم طيبة بحقي معنى رضى الله من رضى الوالدين اثنين لماذا عدم ذكر الإمام الصادق على مستوى الجامعات والبحوث وثلاثة لماذا يطلق علينا بالجعفرية كيف نتعامل مع الروايات المتناقضة فقط نجيب عن هذه الأسئلة إذا أحببتم أي واحد يتصدى لهذه الأسئلة سماحت الشيخ الحمود شاركو كما لا يخفى أخواني العزاء وظى الله من وظى الوالدين هذا أمر يعني واضح طاعة الوالدين الله سبحانه وتعالى سوف أجيب بالنيابة عن الأخوة حتى أتي لأن هذا سؤال خارج عن البحوث بالحقيقة لكن لا بأس أن أجيب عنه أنتم تعلمون أخواني أن الله سبحانه وتعالى أوصى وخصوصا ما وجدنا مثلا في الآيات والروايات التأكيد على الأبوين لأنه الأب والأم قد يسكب مشاعر أو عواطفة بالحقيقة على الأولاد ما رأينا مثلا أب يبخل بمشاعره وعواطفه على الابن دائما القرآن يقول أوصينا الإنسان بوالدين بالحقيقة التوصية ليش لأن عطاء الأم وعطاء الأب بالحقيقة عطاء كبير الوالد والوالدة أنت اليوم إذا إنسان أنقذك من الموت تقول أنا مدين له طوال عمري وطوال حياتي فما ظنك بالذي هو يكون سبب في وجودك وفي حياتك وهم الأبوان لماذا بالحقيقة تجازي هذان الأبوان فبالنتيجة أخوان العزاء الله سبحانه وتعالى إنما علق رضاه على رضى الوالدين لأنه في واقع الأمر يعني هم صر وجود هذا الإنسان مثلما الله عز وجل أوجد هذا الكون فأنت صر في وجودك هم من هم الأبوان بالحقيقة يكون الإنسان جزاء الإحسان إلا الإحسان لأنه سهرة ليالي والأم أربعت وحملت ومعاناة الأبو والمعاناة غير عادية ولهذا علق الله سبحانه وتعالى رضاه على رضى الوالدين نجد روايات كثيرة أن الجنة على مسافة ألفين عام أو خمسمائة عام لا يشمها عاق لوالدين لماذا؟ لأنه الإنسان على أقد تقدير لو إنسان يحسن إليك أن تجازيه وتقابله بالإحسان فما ظنك بالتي حملتك في بطنها وغذتك من دمها ولحمها ومشاكل ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام لما يمر على هذه المعاني برسالة الحقوق حق الأب حق الأم يقول بحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا شايف أنت يعني واحد مباطل يحمله شيء على ظهره على كتفه لكن هذا الحمل حمل مختلف حمل دم ومعاناة وحمل وهو كلها من أجل هذا الولد ولهذا الثواب يكون على قدر المشق يعني الإنسان لما يدي جازي يجازي بالمقدار الذي يتناسب مع هذا الثوم سؤال لماذا عدم ذكر الإمام الصادق على مستوى الجامعات والبحود إذا أي واحد يحب يتقدم الجواب لا بس بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عدم ذكر لماذا صادق الجامعات مع الأسهل في السار يعني هذا الأمر بدايتها صار قبل 600-700-2009 لمن صارت بداية العلم الحديث العلم اللي يسموه علوم التطبيقية علوم الباحث بداية الدرس الجامعات وغيرها بدأ الوقت من وقت النهضة الأوروبية اللي صارت من سنة 1300 تقريباً وليحد دنان بدأت 1300 بدأت النهضة وبهذا كل وقت لما بدأت النهضة وبعد 300 سنة لما صار يسموه عصر التنوير هذا كل وقت صار أكتعارض شبيل ما بين الكليسة المؤسسة الدينية في هذا كل وقت وبين العلم بين العلماء كثير من النظريات اللي اقضعت بهذا كل وقت تلاقة اعترام كبير من الكنيسة فلذلك صار من هذا كل وقت صار مثل فت قاعدة أنه يا أخي الدين يتعارض مع العلم خلص فلذلك مع مرور الوقت ومع تعاقب العلماء مع تعاقب البحوث دائماً صار الدين في جانب والعلم في جانب وصار مثل فت تقليد بالأوساط العلمية أنه يقولون يا أخي نحن لا نخص بالدين ولا إلا علاقة نثبت أنه هذا شيء الديني هذا شيء مثبت وجود الرب وجود الدي وجود الهائل لا ما نعلاق نحن نبحث في أطر العالم المادي واستمر هالتقليد لحد الآن لو تلاحظون لحد الآن مرات يعني يوصلون خصوصاً لما يتكلمون على تطور الخليقة ويتكلمون على نشوء العالم يعني تبين واضحة جداً أنه هنا لازم يكون أكون مؤسس للعالم يعني يوصلون إلى مرحلة مثل النظرية الأكثر شيء من تشر نظرية الانفجار الكوني إنه بالعالم بدأ مثلك انفجار صغير وشوية شوية يتمدد هو كان كان شيء قبل المكان والزمان وبدأ المكان والزمان بينه يعني من هذا الشيء شنو هذا الشيء حب العالمين أي شيء خارج الزمان والمكان سبتم شنو هالشيء شنو اللي قبل سبتم فلذلك يعني الاحتراف برراب والاحتراف بأي شيء خارج الطبيعة غير دارج بالأوساط العمي ما على أسف هذا الدرج يعني قصة ذكر الإمام الصادر وقصة ذكر بقية الأئمة بالعلوم وغيرها يعني صعبة أنها تذكر لين مثل ما قلت التقليد غير دارج بالنسبة لذكر الإمام الصادر بعد ما تفضل بالأخاني يشوف من جانبي الجانبي الأول هو أنه إذا كانت الجامعات لا حقشان إذا كانت الجامعات الغربية أو إذا كانت الجامعات الغربية أو الجامعات حتى اللي موجودة في الشرط الأوسطية كل هالنظام أساس غربي فرأي يعني تحديد الدراسة إذا يقول لك أنه أساس هاي العلوم من الإمام الصادر يعني إذا يقول لك سير شيعي وهذا الشيخ مهلي يجي بدلائل أكو كثيرة كثيرة واحدة من عدن أنا أتذكر يعني كلنا الشيوخ اللي يتذكرون روجه غارودي زار العراق بالتسعة وسبعين أو بالسبعة وسبعين لزيارة الشهيد المفكر الإسلامي قدس الله سر سيد محمد باطل صدر استلمت المخابرات العراقية وسوت ويا لقاءات ويا صدام وقال لأ ما كوش شخصي وهو جاي على على نظريات السيد تجاه الفلسفة والاقتصال إذا يعلمون بمسألة الإمام الصادق الجامعات بمعنى إذا يقولوا للعالم سروا شيحا وهذا ما يصروا في الامتضار ومصالحهم المالية الاقتصادية الاجتماعية العسكرية لاحظت شون الآن ترسانة السلاح بالعالم حسب ما آخر الإقصاد كل فرد بالعالم إلى سبع طان من السلاح هذا وين يصرفون أموالك وغير ذلك هذه بالنسبة لنظام الجامعات أما بالنسبة للشخص هو الآن أنت الموالي سواء كنت بشرط أو بالغرب أكو مجال بالجامعات يسمون العلوم الإنسانية أدأ لك حق من توصل الماجستير تختار بحث حول القرآن حول الإسلام حول العلوم حول الإمام الصادق الدلي تختار وقسم من مفكرين أقوان المؤمنين حصلوا رسالة الماجستير في الذكرة أحد الأقوان في منتريال عندنا في الأمثلة بالقرآن مثلا كذلك السيدري أضي المؤمن ما بين عنده بضغط ما أحرف العنوان بالسمع عند الرسالة في مجال إنساني إسلامي تقدر أنت في مجال الإمام الصالب تقرأ في عمل الصالب بالأخبير السؤال يقول لماذا يطلق علينا من جعفرية وكيف نتعامل مع الروايات المتناقضة عن المعصور تقرأ في عمل جزائكم أمم أخبير بجوزكم برد الشيء برد أعوذ بالله من الشيء وعند الرزول بسم الله الرحمن وكيف نتعامل الصلاة والسلام على مجال وعند الرحمن وعند الرحمن وعند الرحمن وعند الرحمن وعند الرحمن مذهبنا لا يخطص في تسوية الجعفر إنما بدأ بسمية الشيعة وكانوا سبعة يؤموه ويظلمون به وهم الأوتاد وهم المدرج وكانوا في زمان علي وستسمية كانت من زمان رسول الله وهو الذي كان يقول أهل مشيعة علي إنهم يدخلون وحينما يخلون من قسم هذه التسمية الأولى إلى أن بلد الزمان المدى وجاءت الأمويون جاء الأمويون وجاءت بنو أمين فسمينا قبالهم بالعلويين أو العلويون وانقسمت كلمة الشيعة وهي جاءت في القرآن كلمة الشيعة جاءت في القرآن للمؤمن الموالي لأهل البيت وللطالح منهم بهذا الشيعة باللغة العربية لها معنى في فقه اللغة الشيعة يقاب للفصيل من الإبن الذي يبلغ عمره بسنتين أو ثلاث فيشايع أمه يشايع الناقة الكبيرة حتى إن ولدت فيحتك بها حين مشيها حينما تمشي وترعى فيحتك بها يلتصق بها الفصيل يحتك بأمه بطناً ببطن وعنقاً بعنق وأكلةً بأكلة فلهذا سميت بالشيعة هذه من أين يعرفون هذا الفصيل أو هذه الناقة بين تلك يقولون من شيعتها أو من تشيحها فسمينا شيعة بأن هؤلاء السبعة كانوا يحتكون بعلي بن أبي طالب ليلاً ونهاراً وهذا بحث طويل أشار إليه الأخ الباحث في كلمة على أنه ما عدنا مدى طويل أو كثير أو تاريخ مبرمج حول أصحاب الأم عليه السلام لكن ما من هنا ومن هناك وأما العلويون فنحن صرنا علويون أو علوي مقابل أموي وأدرجت هذه أكثر شيء في الشام في زمن الأمويين وأيضاً تفرعت إلى ثلاث خروط حتى منهم من بهد إلى التألّه لعلي بن أبي طالب عليه السلام ربما هذا إلى هنا ونحن ننكر هذا عليهم لهذا هسا تشوف الأوباع الموجودة بالعالم إذا يبدون يضربون يقول لك هذا علوي يعني شن يعني يعبد علي بذا هذا دولة هذا دول من الأدوار اللي تقريباً مشكلة تسمية التي تأتينا أيضاً وهي التسمية العظمى والكبرى لنا وهي موالاتنا لمذهب أهل البيت محبين أهل البيت أو شيعة أهل البيت شيعة أهل البيت الذي كانت فيه الروايات المبرمجة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدرجت في مفاهيم القلوب يعني اللي يريد يصير شيعي ما حسي يكون يصير شيعي وشايفين أنت مراكزنا سمعت الشيء الإخوان الباحثين كل كم أهل مراكز ومن شبابنا ذاك اليوم أحد الإخوان الشباب أمره تقريباً من 11 سنة أو 19 سنة جايب لاثنين كندين قل لي أنا منتي شوي مشكلة إني ألكن لخوض مالي متمام لا عربيتي فصيحة ولا فارسيتي تمام ولا إنجليزي فأنا أشكو من لساني لكن ما طوع الله على يدي اثنين من ذول الشباب زين فجمسنا معهم تحدثنا معهم وإذا بهذا الأخ زخهم زخاً كأن مضايبهم أبر عقائدية مو كلمات بسلوكه بنموه العقلي زين فقلت لهم إلى أين انتميتم قالوا انتمينا إلى مذهب أو إلى دين أهل البيت الشيء الآخر الذي سبقت بالتسميع على إيقاع رسمي ودولي وحكومي هي كلمة الشيعة هي كلمة العلوية هي كلمة إلى أن قالوا الجحفري الجحفري انقسمت إلى بسمين أيضا الجحفري الذين ينتمون إلى جحفر الصادق أي لن يبرح الخط ولن يميل عنه في زمن زيد ابن علي اللي صار من زيدين ولا لإخوة الإمام الصادق ولا للفئات الأخرى وهذا ضيدا طويل علي طبما إذا سماحت الشيخ يفيد بالمجلس أو بالأمور الأخرى فإحنا مشكلنا أنه لما نجلس بمكان في ساعة نريد نبرمج للإمام الصادق من بمجلعة أنفسنا ناخذ من الإمام الصادق يعني كلنا نضع أنفسنا فوق السماء كيف نديرها لا نضع أنفسنا تحت السماء كيف نستدار بها كيف نستدير آل محمد أعظم من السماوات أعظم من الشموس أيها الشموس الطالعة الأغمار المنيرة يعني إحنا بعدنا كلمات الدعاء وهذا محذرة أنا أخاطب نفسي وأخاطبك أنت أعلى من إيش مجيئك لجلسة تسمى للإمام الصادق هذا فيها أكبر الجهادات وأعلاها وأسماها ليش لأنه جيت تقول يا عمي أنا جاي للإمام الصادق علمني مما هو اللي بترشده فأنا أقدر أطيك أو لا أقدر أطيك عندك الإمام الصادق يولا ما عندك إذا ما عندي مجرد مجيئك أنه أحييت هذه الثروة العلمية الفكرية العقائدية خاصة في وجود إخوتي وأعزتي على رأسهم سماحة الشيخ زين مو شيء هين بس هذا ما يكفينا أنه جلسة وحدة أضرب لك مثل هجالة واحد زرارة بن عيا قال سيدي أأتيك أربعين سنة وأسألك عن الحاج وتفيد علي ما يخلص الحاج يخلص الحاج يعني مسائل الحاج شكثر وما يقل له مسألة وحدة مو كل سنة جاي بمسألة حتى يقل له الله أخذت أربعين مسألة واليان تشوفون تشوفوا التوضيح للرسائل العملية للعلماء الحاج مو كتاب يعني ذاك الكتاب اللي واسع حتى تكون بقد الصلاة و بقد الطهارة من الكتب الصقيرة يعني فيها أحكام يحتاجها الحاج هنا قال إن الحاج كان قبل آدم في السماوات بألف عام يحج إليه من خلقه الله من الأنواب أتظن أحدثك بأربعين أحسب قبل آدم ألفين ومن آدم لهناش كثب خمسطعش ألف ستعاش ألف آية من طعش ألف سبعطعش ألف سنة يقول له سبعطعش ألف سنة إن الله يعالج مسألة الحل للسماء يعطيها للسماء لأهل السماء فأنت تريدني كل يوم أو كل ما يسمح حج تسألني كم مسألة عشر مسائلة هينفذ هذا حج الله أتعلم ما فيه تعرف فلسفة الحج قال كيف قال إن شيعتنا لما يذهبوا إلى الحج ويكونوا يأخذون مننا يتعلمون مننا عند ذلك تعرفوا معنى الحج لهذا كلمة الجعفرية يعني من انتسبوا باعتقادهم الذي أباد كل شيء وكل شيء وكل رين من العقائد القرآنية المحمدية سنوا بالشياء وبعد هذا الاسم عندنا كلمة الاثنى عشرية لهذا في إيران في بعض البلدان لما تقول مثلا شيعي كون تقول اثنى عشر أو لما تقول جعفري كون تقول اثنى عشر وإلا ذا جعفري وقفقي لأنه عندنا جماعة وقفوا على الإمام وقفوا على جعفر الصادق سلام الله عليه وقفوا على الإمام الكاظم وقفوا على الإمام الهادي حتى ودخلت اليوم أقرب مناسبة الإمام الهادي عليه السلام أنه جماعة يجب من ذلك المفبركين يعني قال له كيف أضرب الخليفة يقل له كيف أضرب الهادي قال الطرق اللي عندنا ما تقوله الطرق قال أتسمح لي أن أدخل عليه من باب الإمتقاد قال فأدخل قال أني أقول بقضية الاستنساخ الربوبي أن الله يستنسخ في بعض عبادي يعني يوم بهذا ويوم بهذا ممكن أنت بكرة بعد بكرة أنت تصل للرب ولقد تجلى في نسخه الآن في علي الهادي فهو الرب فهو الرب قال إذا هو الرب وين نبي قال لهم أنا هذا الرب وعد نبي يومين ثلاث اسبوع اسبوع قال لقد بعثني بنبوت زين شن يا أحكام قال إن أحكام من أحكام تزوج الأختين تزوج الأختين جواز تزوج الأختين شرب الخم الزواج الرجل من الرجل والمرأ من المرأ أنتم شايفين هسا يطلعون بها قوانين يعني مو شيء جديد فلما سمع الإمام سلام الله عليه ماذا كتب كتب لهم قانون يحتوي على 488 أو 485 بنت سميت بسيارة الجامعة إحنا نقل الزيارة الجامعة إذا خلينا نخضع الزيارة الجامعة شبيه لهم عالمات محمد فنسأل الله سبحانه و تعالى أن يجعلنا جعفريين بحق محمد و تعالى نسأل الله سبحانه و تعالى في الختام أن تكون هذه الجلسات فيها نفع وفائدة إن شاء الله وكلها تصب في محبة وذكرها للبيت صلوات الله وسلامه وعليهم نتمنى أن تكون هذه الجلسات لهذا المنتدى المنتدى البعوث الإسلامية إن شاء الله تجدد أكثر في مناسبات أخرى وعناوين أخرى تحقق فائدة أكبر إن شاء الله في جاليتنا الطيبة ولشبابنا إن شاء الله يتمنى كل التوفيق وهم يسيرون على نهج إمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأيضا أكرر شكري إلى الأخوة العاملين في حسينية المصطفى وعاملته كندا جزاهم الله خير الجزاء لرأسهم سمحت الشيخ الأخوة العاملين الذين أسعوا إلى نجاح هذه الجلسات الطيبة وهذا التجمع الشبابي الحسيني الجعفري الحقيقة الذي يجتمع في محبتي وولاء أهل البيت أيها الشباب القاسم الحقيقة الإحياء ترى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في محبتي وولاء محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد شكرا لكم أيضا أخوتي أخواتي تجشمتم العنام بالحضور والتواصل والصبر فجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله صعان الرجيم أفضل التكر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أنت علي ولي الطاق أشهد أنت علي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شكرا للمشاهدة 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هل نريدنا من الفسوء؟ مجمونا دائماً والمظلومة نتعوى ما المترجم للقناة قلنا أعبداليوم ما نأتي ما صارت يكون مائمة الصلاة ومقفينكم صلاة تماماكم ما صرت نسمى الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة لكنما نشكرها ذلك الطيبة والإخوان والسائل الله سبحانه وتعالى أن دائماً تكون صلواتنا وأبواتنا مبروك إن شاء الله خاصة بذرية الإمام الحسن والشباب الإمام الحسن الذين ما قدّن في كرة أكثر من شباب الإمام الحسن وما فلت منه إلا جريح وبقيت ذرية الإمام الحسن عليه السلام على عادة الجريح وهو الحسن المثنى لنشكر أيضا الشباب الذين جاءوا من قريب ومن بعيد بصفة هيئة عريس آلي محمد وعريس قبلان أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دائما تقوسنا وجهاداتنا عرسا من أعراس إمام الأدوان الحسن عليه السلام نشكر الأخوة الخاصة بسماعة الشيخ الرضي على هذا الدم المبرك وهذا التخطي المتكاثر التعالي علينا أنا من خدمة حسينية مصطفى أشهر جميع حسينياتنا خاصة الحسينية السينبية التي على مها يوفرف منذ سنوات وأنا أعتزل أكون من خدمي خدمتها أنا صلى الله سبحانه وتعالى والتنفير للجميع نصلي إن شاء الله والباشر يا عزيزي اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم غير المطلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكاثر صلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتع الله الرحيم والله أكبر الله الرحمن الرحيم من صلى الله الرحيم من صلى الله الرحيم وعجل فرجهم يا ابا الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بذور الحجة اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بله في هذه الساعة في كل ساولية وحافظة وقائدة وناصرة ودليلة وعينة حتى تسكنه أرضك طوع وتمتعه فيها طويلة اللهم أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد واكحل نواغرنا بنغرة منها إليه وعجل خرج وسدل مخرج الله أكبر رب العظيم ويحمد يا رب صل على رب العظيم ويحمد يا رب صل على وعجل خرج ويأكل سمع الله ويحمد الله أكبر رب العظيم ويحمد 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 الله ملائكة هم يصلون على المبيت يا أيها الهدين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله مصلي على محمد وعلي محمد الله مصلي على محمد وعلي محمد الله مصلي على محمد وعلي محمد الله ملائكة هم يصلون على مبيت الحجة ابن الحسن فهواتك علي وعلى أغري في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعامرة وقايدا وناصرة ودليلا وعينا حتى تسجنه أرضك قوى ودمدعه فيها قويلة برحمتك يا أرحم الراحمين